تخيل شي جاية، أنا وأنتم مسافرين، أنت حاجل سيارتك، عارف شو بتحط في شنطتك، وعارف كيف بتوصل المطار وبالضبط شو بتاكل ما تركبت ديارة، المهم، وأنا مبحث هالخطوات أبداً، من هو فينا بيتعد؟ أنا، لأن أنا ما رسمت خطة للسفر، فالخطوات الاستراتيجية ما تنطبق بس على مشاريع كبيرة، ممكن تنطبق على مشاريع كبيرة للحياة، والصغيرة أمور بسيطة نسويها في حياتنا، الشخص اللي عارف خطواته نسميه استراتيجي، وخلني أعطيك ست خطوات تمشي عليها، تحط لك استراتيجية وتوصل أي هدف تبغي توصله تحقيق الأهداف، هل هذه ميزة عند ناس وناس ما عندهم هذه الميزة؟ أبداً، الفرق بينهم، حد عنده خطة، وحده وهذا الموضوع ينطبق على كل شيء، مشروع صغير، مشروع كبير، موضوع في البيت عندي، ويا العائلة، وبناخذ أمثلة عليها، أهداف شخصية، أريد أن أغير حياتي، ما كان؟ أتذكر من السبوع تقريباً تكلمته إياه شخص، أعرفه من زمان، وصارنا فترة طويلة لم تتكلمنا، سنين، وأسلم عليه وأسأل عنه، فقال لي محمد تبهدلت أنا صراحة في حياتي؟ كنت في المجال العسكري مثل ما تحيط، كنت صح، عسكري، وقال طلعت من العسكرية، بعد سنين هاي كلها طلعت من العسكرية، لأنني قررت أكون إنسان مدني، أريد أن أشتغل في شركة، أريد أن أدخل الحياة مدنية أكثر، انصدمت أن لا رايم ألقى وظيفة مدنية، وما برايم ألقى دخل، وهو دخل مادي، وهو لعائلته، انضغط في البيت، انضغط من أهله، المهم وصل المرحلة شبهها بالشلل، قال أحس نفسي مشلول، قلت له فيه شيء واحد كان ناقص في الخطوة اللي أنت خدته، قال لي شو؟ لما كان عندك هدف وما حطيت لك خطوات، هل هذا الشيء قال لي الحين يعني فات الأوان قلت له أبدا، شو أهدافك في حياتك؟ حط لك خطوات لكل هدف تكتبه، ندخل في الموضوع لأنني أعطيكم خطة أو سيستم نمشي عليه، ست خطوات توصلكم لأي هدف تنحققون، الخطوة الأولى، أكتب أهدافك الكبيرة، على سبيل المثال، أنا عندي مثلا أنا أشتغل، أنا موظف، وخاطري أكون رائد أعمال، في خاطري، أكتب هذا الهدف، أكون رائد أعمال في التاريخ الفلاني، هذا هدفي، صحيح؟ مثلا أنا عندي مشروع تسويق في الشركة، أقول مثلا نبغي نوصل عشرين ألف شخص يديد في السوق، يعرفون عن شركتنا في هذا المشروع، وأحط الهدف عشرين ألف شخص عن طريق التسويق، ما كان الهدف؟ هدف عائلي مثلا، أبغي علاقتي تكون أقرب لأهلي، زوجتي، عيالي، عيال عمي، من مكانهم، في البيت أو في البيت عندي، نأخذ هذا كمثال، أحط أن علاقتي تقوى مع أولادي أذكرهم، زوجتي، أذكر الناس اللي لازم علاقتي تقوى معهم، هذا عندي هدف، فصار الهدف الآن واضح، الخطوة الأولى، الخطوة الثانية التي بعدها تحت كل هدف، كتبنا، نكتب كل المهام التي نحن متوقعين لازم نسويها لكي نصل إلى هذا الهدف، مثلا، قلنا التسويق، المثال الذي أخذناه، لكي أنا أوصل عشر تاراف عشرين ألف شخص، ما كان الهدف الذي كتبنا، لازم أنا مثلا أكلم شركة تسويق، أكتب عندي كلم شركة تسويق، لازم مثلا أيلس يا فريقي وأشوف شو هي رسالتنا التسويقية علشان توصل لهالناس، ما تكون غلط، ما تكون مبالغ فيها، أو أقل من اللي نحن نبغي، اجتماع مع الفريق، مثلا، برينستورمي، بجت، ما هي القيمة التي يجب أن ندفعها للحملة التسويقية هذه؟ أكتب، أبحث عن البجت، وبعدين أتفق مع الفريق على البجت، ما كانت المهام؟ حطوا هذه المهام كلها، أكتبوها كاملة، إذا أتقرب من عيالي، يمكن لازم أقضي وقت، إذا عندي مثلا عيال ثنينة، لازم أقضي وقت كل يوم، نص ساعة، أقل شيء، مع ولدي الكبير مثلا، ونص ساعة مع بنتي الأصغر، كل يوم، نص ساعة، نص ساعة، مع زوجتي يمكن أحدد يوم أسبوع أطلع إياها متعشة، ما كانت المهام؟ يمكن وحدة من المهام هذه، يجب أن أتفق على الطلعة هذه المرة في الأسبوع، الهدف الريادي أن أكون رائد أعمان، يمكن أهدافي تكون، أرى منتر حد يكون مرشد، أتعلم منه قبل ما أطلع، أكتب المهم هذه، المهم الثاني، كم يجب أن يكون عندي أنا؟ في حسابي، علشان أقدر أعيش أول فترة ريادية، لأنه طبعا بيكون فيها ضغط مالي، أضع الرقم هذا، أبدأ أبحث عنه، أحسب ماليتي، نقطة ثالثة، أو مهمة ثالثة، تكون أختار المنتج الذي تبيعه، أو المجال، أو السوق الذي تبيعه، شكل فريق، يمكن أن تريد كوفاوندر، شريك مؤسس، كلم الناس، اكتب هذه المهم كلها، اكتبها كلها، ولكن شوف أنه عندك على كل هدف، عشرين مهمة ثلاثين عادي، أحب أن نقللهم في الخطوات اللي بعدها، خطوة رقم ثلاثة، شوف المهم تحت كل هدف، حدد المهمة اللي هي، ما أقدر أعيش بدونها، والمهمة اللي كتبتها وعادي عيش بدونها، تعرفون مرات نحن يوم نبغي نوصل هدف، نعقد الأمور شوية، نقول لنا داخلي على شيء ديد، نبغي نوصل هدفي ديد في حياتنا، ما بعرفينه، فنعقد الأمور عشان يكون كامل، أي شيء مهم حط تحت خط، واللي غير مهم تركها، بتوصل أهدافك، أو بتوصلون أهدافك، اتركوا الأشياء اللي غير مهمة، يوم بشوفونها، اتأكدوا أن المهمة هذه ضرورية علشان تجدم خطوة، تمام؟ اللي غير مهم ممكن تأجله، ممكن تسويه بعدين، انسى، مبدئيا بس، انسى، فحددوا الأشياء المهمة، رقم أربعة، خطوة اللي بعدها، شوف المهام المهمة، اللي حطينا تحت خط، ادمجهم مع بعض، اللي يندمجون، على سبيل المثال، أريد أن أكون رائد أعمال، قلنا بنشوف منتر، وبحسب ماليتي، أحد فاهم في المالية، هذه الثلاثة، الأمور المالية تندمج في خطوة، أني ألقى مرشد، ما تندمج معها، صح؟ يعني أنا ممكن أقول في هذه الخطوة الحين، بدون ما تكون مهمة، تكون نتيجة، على سبيل المثال، حدد ماليتك لستة شهور، هذه صارت خطوة، ادمجنا اثنين مع بعض، وصارت خطوة عندنا، دور مرشد أو منتر يساعدك في مجالك الرياضي، مثلاً قلنا، شو المنتج اللي بتبيعه، أي سوق بتدخل، يندمجون مع بعض، لأنك تبتحدد شركتك في أي مجال أنت شغال، ادمجم مع بعض، فصارت عندنا ثلاث خطوات، حاولوا قد ما ترمون في هذه المرحلة هنا، أن ما تكون خطواتكم أقل عن خمسة، كلما زادت الخطوات، كلما أنت تدرب مخك على الاستراتيجية، لعيبة شطرنج يعرفونها كلام، إذا ألعبوا يا واحد شطرنج، أنا ما بلعيب شطرنج، أحاول، لكن إذا ألعبوا يا واحد لعيب شطرنج، مرات أنا الذاكعري، أجدم الجندي، وأشوفه يجدم شيء، وأحرك الفيل، لأنه يتحرك واحد، أحرك الفيل، وأكل شيء عنده، وردت فعله ما تكون قوية ضدي، يعني آكل الأول، آكل الثاني، آكل الثالث، لعيب الشطرنج، حاسب خمسة عشر خطوة جدام، لهذا السبب يسمونهم جراند ماسترز، يخليني لأن هدفه واحد، كش ملك، هذه اللعبة التي ألعبها، باقي الجندي، باقي الفيل، ليس بلعبته، هذه اللعباتي أنا، إلا أرى خطوتين، ثلاث خطوات جدام، هو يرى خمسة عشر خطوة، فخلوا تفكير الشطرنج، استراتيجية الشطرنج، في بالكم يوم تخططون لهذا الموضوع، أقل شيء عندكم، خمس خطوات، وممكن تزيدون عليها، الخطوة اللي بعدها، بعد ما دمجنا، رتبوهم بالتسلسل، ليس بالرغبة، يعني، يجب أن يرى الخطوة الأولى، توصلنا للخطوة الثانية، توصلنا للخطوة الثالثة، لا ترى الخطوة التي تحبونها أكثر تجدونها، لا، يجب أن يكون هناك تسلسل الموضوع، إذا أنا عندي خمس خطوات، برد على الموضوع الريادي، إذا أنا لازم ألقى مرشد، عقب أحدد المالية، وبعدها أختار السوق، هذه ثلاثة، لكن سنزيدوا عليها، مثلا، أنا لازم أفكر، أين أبدأ؟ أول شيء، أحدد السوق، لكي أعرف ماليتي كم، أحدد السوق، يعني أعرف حجم الشركة، ما يجب أن أصرف؟ كم أصرف كل شهر؟ كم أصرف كل يوم؟ صح؟ بعد ما أحدد، أرى ماليتي، أكلم شخص مختص في المالية، وبعدين أرى مرشد، وأوجهني، وبعدين الخطوة الرابعة، والخطوة الخامسة، وأنا طالع في هذا الطريق، نفس الشيء العائلة، قلنا بنكلم الزوجة، بنتفق إياها على موعد، نطلع فيه مرة في الأسبوع، عيالي، بدمجهم مع بعض، وبرتبهم بالتسلسل، ما الذي يوصلني؟ أني أتقرب من أهلي أكثر؟ أبدأوا يا عيالي، أم أبدأوا يا زوجتي؟ المزوجة يعرفوني، إذا بدأت عيالك، سأتقرب فيها، المهم، فأخذ الخطوات بالتسلسل، أبدأ بالخطوة الأولى، لتوصلني للخطوة الثانية، توصلني للخطوة الثالثة، وأنا مكمن، بعد ما حطيناهم بالتسلسل، نحن لدينا الخطة الواضحة، الهدف مكتوب، عندي الخطوات الخمس، العشر، الخمسطعش، إذا خمسطعش، أنت تمام، أركز على الخطوة الأولى، انسى اللي كتبتك، انساه، لا تركز عليه، قلنا، المثال الريادي، نرجع عليه، إذا أول شيء، يجب أن أختار السوق، أنا حطيت خطواتي، بنسى المالية، بنسى المرشد، اللي هو المنتر، بنسى أي خطة عندي، بنسى الكوفاوندر، اللي يجب أن ألقاه، بركز على الخطوة الأولى، لماذا يا جماعة؟ هذا مهم، مرات نحن نشوف ناس ناجحة، ونقول، يا وين بعيد عني هذا الشخص، خاطر يكون مثلك، لو تفكر فيها، بينك وبين هذا الشخص، رقم خطوات معينة، يمكن بينك وبينه، عشر خطوات، يمكن ثمانية، يمكن تسعة، يمكن عشرين، وبعدين، إذا بغيت تتعدنت، الخطوة الأولى الثانية، بترد الطيح، ترجع الخطوة الأولى، لازم تبدأ بالتدريج، لازم بالتدريج، فركزوا على الخطوة الأولى، وأعرف كم خطوة عندك، علشان توصل الشخص، اللي كنت تشوفه بعيد عنك، وإذا مشيت خطوة خطوة، بعد فترة، بشوف هذا الشخص وياك، أنت وصلين نفس المرحلة، وعندك هدف يديد، هدف أكبر، بيغير حياتك، وبغير حياة أهلك، إذا هذا المحتوى، شيء ممكن يفيدك، ويفيد غيرك، تعرف ناس، عندهم طموح، ولكن تشعر ما عنده خطة، ما عنده الجرء أن يخطيها الخطوة الأولى، شاركوهم هذا الفيديو، لأنه يستفيدون، أي هدف، مع خطوات، تصنع منك، عقلية استراتيجية، وهذا اللي أنت تباه، وغيرك يباه، فشاركوا الناس لو سمحتوا لا تنسوا، ودعموني أنا دعموا قناة سردال، لأن مثلكم أنتو، في ناس تبغي تشوف، وخلونا نكبر هذا القناة، ونبني كوميونيتي ريادي، ننفع فيه بعض في المستقبل، وفيه مشاريع إن شاء الله على سردال، بتفيدني، وبتفيدكم، شاركوا الناس، لايك، اكتبوا لي في التعليقات، إذا عندكم أي شيء، اكتبوا لي أهدافكم في التعليقات، برد عليكم، ممكن نشتغل عليهم مع بعض، ولا تنسون، سبسكرايب، وشير، أتمنى لكم التوفيق في حياتكم الشخصية، والتجارية، مع السلام،